السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل اعلان ممول بشكل احترافي على موقع فيسبوك لجلب عملة لشراء المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها على الموقع بتاعك وده طبعا تكملة للفيديو السابق وهو انشاء صفحة هبوط احترافية على بلوجر بشكل مجاني خلاص انت عملت صفحة دلوقتي احترافية عليها منتج بتاعك عليها وسائل الاتصال اللي العملة هيتصلوا بيك لو عجبهم المنتج فدلوقتي انت عايز تعمل جلب للزوار لان مفيش حد شايف الموقع بتاعك مفيش حد شايف الصفحة بتاعتك بعد ما تفتح الفيسبوك بتاعك هتضغط على السهم ده وهتضغط على ادارة الاعلانات طبعا لو انت اول مرة تفتح ادارة الاعلانات مش هيجيلك الشكل ده هيجيلك شكل مختلف علشان تبدأ ان انت تعمل حملة جديدة هضغط على انشاء الزرار الاخضر بيقول لي هنا ايه هدفك من الحملة بتاعتك بفضل انك تختار هدف التفاعل لان ده اسهل هدف من حيث اعدادات الاعلان ممكن تختار الزيارات لو انت محترف شوية وعندك استعداد انك تعمل تعديلات كتير على الاعلان لكن مبدئيا اختار تفاعل لان هنا الفيسبوك هيحسبك على الاعجابات والمشاركات والتعليقات لان في البداية ممكن زبون يشتري منك حتى من غير ما يفتح الموقع اصلا لكن لو ما ينفعش الزبون يشتري الا لما يفتح الموقع فيفضل طبعا انك تعمل الهدف بتاعك الزيارات هنختار التفاعل وبعد كده هننزل لتحت شوية هنكتب اسم هنا للحملة الاعلانية بتاعتنا هقول مثلا كاميرا لاسلكية وهضغط على متابعة هنا تقدر تحدد اسم المجموعة بتاعتك انا هسميها مجموعة واحد والمجموعة ممكن يكون فيها اعلان واثنين وثلاثة لكن طبعا بالشكل الابتدائي احنا هنعمل اعلان واحد بس في الجمهور المفروض انك بتختار الجمهور المستهدف طبعا ان هنا جالي مصري بشكل تلقائي لان الحساب بتاعي مصري فانا هعمل اكس وهختار السعودية كدولة بحيث الكاميرات اللي انا ببيعها هي كاميرات موجودة في السعودية لو انا عايز استهدف مدينة واحدة بس فطبعا ممكن اشيل السعودية واختار مثلا مدينة مكة مكة المكرمة وبضغط انتر فده معناه ان هو بيستهدف مدينة مكة بس والاعلان ده مش هيظهر الا للناس اللي موقعهم داخل مكة فقط بعد كده هنا هننزل على العمر الناس اللي ممكن تشتري كاميرات اعتقد ان عمرها هي تراوح من 25 سنة الى مثلا 56 سنة رجال او نساء اعتقد الكل اللغة مهم جدا انك تستهدف اللغة علشان اعلانك ما يظهرش الناس المفروض ان هو ما يظهر لهمش اختار العربية هنا الاستهداف التفصيلي والمقصود به انك بتستهدف اهتمامات العملة يعني مثلا فيه واحد عمل اعجابات قبل كده بصفحات متعلقة بكاميرات المرأبة وانت عايز تستهدف الشخص ده فهنا بتحاول انك تستهدف كلمة كاميرات وتشوف هل فيه اهتمامات متعلقة بالكلام ده ولا لا طبعا فيه هناك كاميرات كاميرات تصوير خمس كاميرات محطمة نظام التصوير المحسن ايا كان فانا هختار كاميرات ده بيزود قوة الاستهداف بمعنى انك بتقول للفيسبوك ان انا عايز الاعلان بتاعي يظهر للناس اللي موجودين في مدينة مكة اللي تتراوح اعمارهم بس من 25 الى 56 رجال ونساء يكونوا بيتحدثوا اللغة العربية فقط ويكونوا اهتمامهم قبل كده هم كانوا مهتمين بصفحات او بمجال متعلق بالكاميرات يبقى كده اصبح الاستهداف اقوى مواضع تلقائية موصي بها المقصود هنا في المواضع الاعلان بتاعك هيظهر فين على الفيسبوك هيظهر على الجنب الشمال ولا هيظهر في النص ولا هيظهر على الانستجرام ولا هيظهر على داخل الرسائل الخاصة فخليها تلقائيا افضل المزانية بتاعتك بتحدد انت عايز تصرف كم في اليوم فانا هقول له مثلا 10 دولار على سبيل المثال وبعدين بتحدد تاريخ انتهاء تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء للاعلان طبعا هو البدء اوتوماتيك هيبدأ اليوم وانا هخلي تاريخ الانتهاء مثلا اليوم 18 هخليه 20 فهنا بيقول سيتم تشغيل اعلاناتك لمدة 2 يوم لن تنفق اكثر من 20 دولار ده شيء ممتاز جدا هيتم محاسبتك على الاعلان عند التفاعل على المنشور وهيحاول الفيسبوك انه هو يحقق اقل تكلفة مع اقصى عدد ممكن من التفاعلات وده شيء ممتاز جدا خليها تلقائيا بلاش تلعب فيها افضل وبعد كده هتعمل متابعة المفروض دلوقتي ان الفيسبوك عايزك انك تقول له ايه هو المنشور اللي انت عايز تعمل عليه الاعلان طبعا مسبقا لازم انت تكون عامل منشور على الصفحة معينة عندك على الصفحات اللي انت مدير فيها تكون حاطط فيها طبعا صورة الكاميرا سعر الكاميرا تكون حاطط فيها المواصفات وتكون بتدعو الناس الى شراء الكاميرا دي وبالطبع هتكون حاطط صفحة الهبوط بتاعتها داخل اللينك داخل المنشور بتاعك علشان الناس تزور صفحة الهبوط يفتح لهم الصفحة دي فيشوفهم معلومات اكتر صفحة الهبوط بتدي موثقية اكتر للإعلان الفيسبوك الواحده لا يكفي لما العميل بيشوف موقع إلكتروني أو صفحة هبوط احترافية بالشكل ده بياخد موثوقية أكتر أنه هو يشتير السلعة وفي نفس الوقت صفحة الهبوط دي هتفيدك بعد كده في حملة متقدمة لما هتستخدم البيكسل بتاع الفيسبوك والبيكسل بتاع الفيسبوك بيدي كود تحطه مع كود الصفحة دي وبالتالي الفيسبوك هيتتبع الإعلان بتاعك وهيتتبع عدد الزوار اللي زاروا الصفحة دي وبعد كده تقدر أنت بعد كده تعمل ريماركتنج أو إعادة تسويق للناس اللي زاروا الصفحة دي من خلال البيكسل ولذلك لا تستهين أبدا بصفحة الهبوط صفحة الهبوط بتخليك تعرف مين اللي زار الموقع بتاعك وبتخليك تعمل لهم إعادة ماركتنج أن تقدر أنك تعرض عليهم إعلان آخر يكون فيه خصم معين أو يكون فيه شيء معين آخر خلهم ما يشتروش ابتداء من الصفحة دي فأنت بتعمل لهم صفحة أخرى وبتعمل إعادة ترويج للصفحة الأخرى فهنا لما هتيجي تعمل استهداف هتقول للفيسبوك اعمل لي استهداف للناس اللي زاروا الصفحة دي مش هتقوله اعمل لي استهداف لأي حد موجود في مكة أو أي حد موجود في السعودية كلها فبيكون استهداف أقوى وأقوى من الاستهداف اللي احنا عاملينه حاليا لكن خلينا في البيزيك وزي ما احنا مشيين هتختار حدد منشور وتختار المنشور اللي انت عايز تبيعه طبعا أنا هنا اخترت منشور تاني بيتكلم عن بيع موقع إلكتروني مش المنشور بتاع الكاميرات لكن طبعا كله على سبيل المثال علشان بستعرف الطريقة ازاي وبعد كده بتضغط على تأكيد بيحمل شوية بيحمل هنا برضو فوق شوية وبيجي لك هنا ان الاعلان بتاعك قيد المراجعة بعد ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات على الاكثر هتلاقي الاعلان بتاعك ناشط او مرفوض على حسب الاعدادات اللي انت دخلتها غالبا الاعلان بيتناشط بعد ثلاث ساعات هيبدأ الناس يكلموك علشان يشتروا المنتج بتاعك سواء مباشرة من الفيسبوك او بعد ما فتحوا صفحة الهبوط بتاعتك وشافوا المميزات كلها ونزلوا لحد رقم التليفون هنا واتصلوا بيك فهو هيتصل بيك مباشرة اما من خلال منشور الفيسبوك او من خلال صفحة الهبوط ارجو ان يكون الفيديو مختصر ومفيد